ككل مرة حين تشتد المعارك ويأخذ الضغط العسكري على الانقلابين الحوتيين مداه تحضر الأمم المتحدة تحت لفتة السلام بعد أسبوع تقريبا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش لأطراف الحرب في اليمن للتهديئة وتوحيد الجهود لمواجهة الكورونا عودت الأمم المتحدة ومعها هذه المرة بعض الحكومات الغربية دعوتها لجولة جديدة من المباحثات وإن بطريقة غير مباشرة لأسباب تتصل بالمخاوف من الوباء وكانت رويترز نقلت عن مصدرين مطالعين لم تسميهما أن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحا للحكومة الشرعية والتحالف وميليشيا الحوثين بهذا الخصوص وأشارت إلى أن المبعوثة الأممية إلى اليمن مارتين غريفث يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بهدف إنجاز وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار غريفث من جهته كان قد أعلن في بيان صدر عنه أنه يعقد سلسلة نقاشات ثنائية مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدد من الإجراءة الإنسانية والاقتصادية وقال إنه يهدف من وراء هذه النقاشات إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الحرب وتعزيز جهود مواجهة خطر انتشار بيروس كورونا في السياق تحضر أسئلة عن دوافع الدعوة الأممية في هذا التوقيت بالذات وما إذا كانت ذات صلة بالتصعيد العسكري الحاصل في جبهات الجوف ومأرب وانكسارات الحوثي في نهم أم أنها لغايات إنسانية بحتة وما إذا كانت الدعوة ستشمل كافة أطراف الصراع في اليمن بما فيهم المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات بما يحقق سلاما يشمل كل اليمن شمالا وجنوبا